تعود رجل صالح أن يضع أول كل شهر بالمقعد الخلفي لسيارته مجموعة من العلب بها أغلى أنواع الشوكولاتة ثم يتجه لبلدة فقيرة وكان له جار بخيل رغم ثرائه يراقب ما يقوم به كل شهر وفي مرة وأثناء تحميل الرجل الصالح العلب اقترب منه جاره وقال له أين ستذهب بهذه العلب الجميلة ابتسم الرجل وعرض على جاره أن يذهب معه ليرى بنفسه أين سيذهب ولماذا فوافق الجار وعندما وصل إلى البلدة التي يقصدها وطلب من جاره أن يحمل معه بعض العلب ثم طرق على أحد الأبواب ففتح له طفل وعندما شاهده صرخ من الفرحة وقال العم الطيب جاء بالشوكولاتة ثم طرق على باب آخر فخرجت له سيدة مسنة وعندما شاهدته أخذت تدعو له واستمر الرجل وجاره يوزعان العلب على بيوت البلدة بأكملها وبعد الانتهاء من التوزيع سأل الجار الرجل لماذا هذه البلدة بالذات التي تجيء إليها ولماذا لا تعطي هؤلاء الفقراء أموالا بدلا من الشوكولاتة ابتسم الرجل وقال لجاره هذه البلدة التي عشت فيها طفلا فقيرا يتيما وكان بعض أهلها يعطفون علي ويأتون لي بالحلوة التي أحبها والتي ما زال طعمها في فمي وعندما كبرت ورزقني الله من فضله أردت أن أرد لهم بعض ما يستحقون أما سؤالك الثاني فافتح علبة وانظر ما بداخلها فتح الجار العلبة فوجد مبلغا من المال فسأله ولماذا لا تعطيهم المال فقط قال الرجل وهو يبتسم أنا أعطيهم المال داخل العلب حفاظا على شعورهم إذا ما أعطيتهم المال يدا بيد أما الشوكولاتة فأنا أحب هذا النوع كثيرا والله جل في علاه قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بكى الجار وقال من الآن سأجعل مبلغا شهريا أوزعه على المحتاجين عسى الله أن يزيح عني وعن أسرتي ما نحن فيه من هم ومرض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون